نكمل أخبار عن النادي الأهلي واخبار النادي الأهلي النهاردة أخبار مهم أول أخبار هي التفاصيل المهاجم اللي كنت لسه بتكلم مع حضراتكم فيها والخبر الثاني المهم جميع النادي الأهلي مستنية تشوف إمام عشور إمام عشور لاعب النادي الأهلي خلاص اتأكد جاهزيته لمباراة السوبة الأفريكي قدام اتحاد العاصمة الجزائر اللاعب بقى في حالة جيدة بقى جاهز مارس كولار اتماقل عليه بشكل كبير جدا والجهاز الطبي قال إن اللاعب جاهز مية في المية وكولار ناوي يعتمد على إمام عشور بشكل تدريجي بداية من مباراة السوبة الأفريكي عشان يكون هو البديل الأساسي في التشكيلة بدلا من حمد فتحي اللي رحل عن الفريق إمام عشور بنسبة كبيرة هيظهر مع الأهلي في مباراة السوبة الأفريكي يوم 15 من الشهر الجاري طيب